بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه نولاه أما بعد تخيل لو كانت هناك كلمة إذا قلتها تغير الزوج أو الزوجة للأفضل بحيث لا يحصل بعدها إذاء بالكلام أو الأفعال بينكما أبداً وفوق هذا صلح أبناؤك وتحسنت صحتهم وتفوقوا في دراستهم حتى لما كبروا تزوجوا من الصالحين وترتاح معهم ترتاح كل هذا حصل بكلمة هل هذا موجود؟ نعم موجود أين موجود؟ في القرآن هذه الكلمة موجودة في القرآن إذا قلتها وأنت متيقن من الإجابة فسوف يختار الله لك أفضل زوجة ويختار لك أفضل زوجة وإذا كنت متزوجاً أصلاً فسوف يطيب الله خاطرك في حياتك الزوجية وفي أبنائك لما يغير حياتك تقريباً أين هذه الكلمة؟ أين هذا الدعاء؟ إنه موجود في سرح الفرقان وربنا سبحانه يحب هذا الدعاء كثيراً لدرجة أنه مدح الذين يقولونه وسمهم عباد الرحمن ووعدهم بأنه سيعضيهم الجنة وتسلم عليهم ملائكة حتى الله سوف يسلم عليهم جل جلاله فقال أولئك ينزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاماً ما هو هذا الدعاء الذي قاله عباد الرحمن فأسعدهم الله في أزواجهم وأبنائهم انتبه معي قال تعالى وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنْ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامَا قُرَّةَ أَعْيُنْ يعني أن أرى ما يسعد عيني ويطيب نفسي في أبنائي وفي زوجته وفي المرأة في زوجها الصراحة لا أخفيكم أنا عن نفسي من أكثر الأدعية التي كررتها في حياتي هو هذا الدعاء لماذا هذا الدعاء أفضل من غيره؟ لأنك في غير هذا الدعاء إذا دعوت لأبنائك بشيء معين فإذا استجيب دعاءك فسوف يتحقق الشيء الذي طلبته فقط مثلا قلت اللهم وفق أبنائي في دراستهم يتوفقون في دراستهم لكن ربما يمرضون إذا قلت اللهم احفظ صحة أبنائي تحفظ صحتهم لكن ربما ما يوفقون في عملهم وهكذا لماذا لأنك اخترت أن تدعو بشيء محدد فأعطأك الله تبارك وتعالى اختيارك المحدد لكن لو أنك قلت ربنا أحملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين فإن الله تبارك وتعالى سوف يقر عينك في كل شيء فيهم وليس في مجال واحد فقط هل عرفت لماذا أرشدك الله في القرآن تدعى بهذا الدعاء؟ بالمناسبة هناك دعاء آخر وهذا دعاء خاص بالأبناء أيضا وقد استجاب الله تبارك وتعالى النبيه زكريا عليه السلام وهو أن تقول ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء إذا قلت هذا الدعاء و أنت متيقم من الإجابة فإن الله طيب سوف يعطيك ذرية طيبة في أخلاقها و طيبة في خلقتها و طيبة في حياتها و طيبة في كل شيء حتى في برها بك زكريا لما قال هذا الدعاء طه الله تبارك وتعالى يحيى عليه السلام كيف وصف الله يحيى؟ قال تعالى عن يحيى عليه السلام و كان تقيا و برا بوالديه و لم يكن جبارا عصيا الدعاء يصنع المعجزات نعم أنت تعرف أن ذريتك الطيبة لن تكون أنبياء مثل يحيى عليه السلام لكنها لا زالت ذرية طيبة على قدر أهل العزم تأتي العزائم بل و قد يزيدك سبحانه أن يتفضل عليك بإصلاح حياتك الزوجية و ليس فقط الذرية الطيبة ألم تلاحظ أن زكريا في دعائه طلب الذرية الطيبة فقط لكن لما استجاب الله هذا الدعاء ماذا قال سبحانه السمع سمع الآيات قال تعالى فاستجبنا له و وهبنا له يحيى و أصلحنا له زوجه قال بعض المفسرين كانت زوجته سيئة الخلق طويلة اللسان تؤذيه فأصلحه الله تبارك وتعالى معنى زكريا ما طلب ذلك في الدعاء القرآني لكن هذا فضل الله تبارك وتعالى فضل الكريم سبحانه فاحرص على هذا الدعاء لكي تجد في نسلك ذرية طيبة و لكي يصلح الله حياتك الزوجية هذه كلها أدعيها عامة في صلاح أهلك و ذريتك الآن سأختم الحلقة بدعاء يستفيد منه الذين تعبوا مع أبنائهم في موضوع الصلاة خاصة بعض الناس أبنائهم و لا يصلون أو يصلون أحيان يتركون أحيان أو أنهم يصلون متأخرين على الوقت فهل يوجد دعاء معين نعم يوجد دعاء خاص هو من أفضل الأدعي التي يمكن أن تقولها لحل هذه المشكلة استمع أولا لهذه القصة بعد إذنك تقول إحدى الأخوات أنا كانت بنتي في صف خامس ابتدائي و كانت الله مستعاني يعني صلاة ثقيلة عليها لدرجة أني في يوم الأيام قلت لها قومي صلي و راقبتها فلقيتها تكذب تقول صليت و هي ما صلت تقول فشديت عليها و هذا الموقف ضايقني و بكيت و خاصمتها و لمتها و خوفتها بالله ما نفع ذلك معها لكن في يوم الأيام تقول هذه المرأة يعني فيه إنسان قاتلها قصة و هي أنها زارت قريبة لها عاديا ليست كثيرة تدين لكن لما أذن و أذن قام أبنائه يصلون من غيري أن تطلب منهم و لا تناديهم و لا شيء تقول فقلت لها كيف أبنائك يصلون من أنفسهم بدون خصام و لا تذكير قالت المرأة و الله ما عندي شيء أقوله لك إلا أني من قبل أن أتزوج و أنا أدعو الله تبارك و تعالى بهذا الدعاء الذي ورد في القرآن عن إبراهيم عليه السلام الدعاء هو رب جعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء تقول هذه الأخت أنا بعد هذا لزمت هذا الدعاء في سجودي و قبل التسليم و في الوتر و في كل أوقات الإجابة تقول والله يا ناس إن ابنتي هذه الآن بالثانوي أصبحت هي التي توقظنا للصلاة و تذكرنا فيها و إخوانها كلهم و الله الحمد يحريصون عن الصلاة حتى أمي زارتني و نامت عندي لفت انتباهها حرص ابنتي على الصلاة و كيف أنها تستيقظ و تدور علينا تصحينا للصلاة نعم هذا دعاء قاله أبو الأنبياء عليه السلام هذه أدعية أنبياء و مرسلين و عباد الرحمن الذين هم أهل الجنة فإذا كان الله لن يستجيب دعاء هؤلاء فلمن سيستجيب و إذا كان الله سجاب دعاءهم فلماذا لا يستجيب نفس الدعاء إذا قلته أنت و هو الذي دعاك للاقتداء بهم فقال لقد كان لكم فيهم أسوة حسن من كان يرجو الله و اليوم الآخر أخي الكريم أخت الكريمة اجتهد في دعائك بهذه الأدعية المستجابة حتى و لو لم يكن لك زوجة أو أبناء فإن مستقبلك و مستقبل عائلتك قد يتوقف على نوع الكلمات التي ستختارها عندما تخاطب الله تبارك و تعالى احفظ الأدعية المستجابة للأهل و الأبناء ذكرناها اليوم و إن شئت فصور الشاشة الأدعية هي ربنا هب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و اجعلنا للمتقين إماما دعاء الثاني هو رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء الدعاء الثالث رب اجعلني مقيم الصلاة و من ذريتي ربنا و تقبل دعاء أسأل الله أن يستجيب دعاءنا و دعاءكم و أن يجعلنا و إياكم من مجابي الدعوة و أن يجعلنا و إياكم نهل الفردوس الأعلى و أن يهب لنا من أزواجنا و ذرياتنا قرة أعين و أن يجعلنا للمتقين إماما اللهم آمين و الحمد لله رب العالمين شكرا